أنا اسم إبراهيم مصطفى عفيفي شغال فن تشغيل وانشعله شغال سواء وانش الله ينهور عموح بيتين مش مروحين كله قاعد إن شاء الله باش حق مع الراجل بس ده جاي إحنا في البداية قبل حتى ما نكلم في موضوع فلوسنا ومستحقتنا إحنا متزمرين كعمال كلنا متضيقين عشان إن الشركة بقالها أكتر من سنتين وقفها على الفحم منفعش وقفين أكتر من سنتين عشان الفحم دي مش مشكلتنا دي مشكلت الشركة قبل فإنها ما وفر لتناش فحم بس إحنا بقالنا سنتين في خسائر فادحة بسبب إن ما فيش فحم هل دي انت عايزت خسخاصها زي ما خسرت شركات بالعين وبعتها بالمتر تبعتها لط يعني عايزين نفهم الشركة بتاعتنا منانا فساد على أخ من أدارة البيئة أكبر إدارة فيها فساد في الشركة بستوى الشركة كلها بالتعامل لمصالح هم المعينين يعني المنتج بموجود ويجي قوله اللي مش موجود ويدي العميل وعملها وبيمانس شغل هم أزيزة مع بعضية ومساعدة غاسم في سنة مفاش أي حد يسأل فيه بل يقولوا فيه اشعة هذه الناردة بقول للناس يقولوا إخوان وإنا مش إخوان وإنا بنطلب الشركة تشتغل 13 ألف أسرة مصرية إزاي أن هي إيه؟ هيعملوا فيها كده فجأة الأسرة تقول إذا طلقت في الشارع هم مش متخيلين كده اللي هو معناه أنه فيه فساد في البلد واللي الشركة أسرى فيها فساد من ثلاث سنين عد مش من دلوقتي من الساعة ما تعال رئيس باكستردارة ده إحنا شايفين الشركة في الناس هو شغال إيه؟ إحنا مش عارفين لا تسويب يسوأ ولا بيع بيبيع ولا شغل عايز يشغل والناس ما يزنباش حاجة إحنا بنيجي نسألة شغلنا بنيشتغل اللي نضر عليه لما هو أصلا ما فيش تطوير ولا فيش شغل ولا في أي حاجة طب ما النهاردة لو شكل حاجة الصلب بيباعك المستثمرين بوقنا ما تلاقي الانتاج الحارب هيجي أخل حاجة الصلب ممكن بدلا ما هو الحديد باربع تلاف وخمس سلافة يرفع عليه بقى بعشرة تلاف ومشاهد رفت حبوة زي ما بحصل في الأسمنت زي ما حصل في شكل الأسمنت النهاردة الأسمنت بعد ما كانت بمية جنيه ومية وخمسين ومتين جنيه بقى بستة ومية جنيه ما تدرش تحكم فيه إنه ما حاجة الصلب اللي هي أي بلد من غير حاجة الصلب ملاهاش عصب ملاهاش دهر لو دخلت حروب حصار اقتصادي أي 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 ملاكش دهر ثم إن جاءت مشكلة بقى مستحقاتنا هي دي اللي خلت العمال انتفضت إسم الأرباح مش إسم حاجة ده إسم مجنب حافز يعني أنا مثلا بقبط ألف ونص بيديني ألف ويقول لي النص خمسمائة جنيه دول هحوشهم لك كل سنة على بعض أضمهم لك وقدم لك على بعض ده إسمه مجنب حافز مش مش أرباح اللي هو الشركة خاسبانا لا ده ده فلوسي وهو راكي نهالي وتعددات الجامعة العمومية واتفقوا في شهر عشرة إن 16 شهر بالأساسي هو ده مجنب الحافز بتاعنا فالمفروض إن كان في إن إحنا خلاص هنقبط فلوسنا فما كله بيتنصل الشركة القبضة بتقول ما فيش فلوس الدولة بتقول ما فيش فلوس الإضارة مختفية مش لاقي مش عارفين مكانها فين ما فيش حكوله ما عادش بييجي شركة القبضة بتقول ما فيش فلوسي شركة القفى بش فلوسي شركة القعام اللي ح族 بيجي شركة قوات الاقوف راكي بيجي شركة قوات الاقوف شركة ق77 persön鍵 بيجي شركة قبر الدولة شركة قد تقول ما فيش فلوسي شركة قم $ للشر بمينة شركة قمة افوحة اشتركوا في القناة